السلام عليكم أحبتي أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في درس من ظروف الظواهر اللغوية ومع أسلوب التعجب لنتأمل هذا المنظر يتضادر إلى ذهن عند رؤية هذا المنظر أن أقول سبحان الله وإذا أردت أن أتعجب من جمال الطبيعة الطبيعة جميلة هل سعملوا؟ ما أجمل الطبيعة ما أجمل الطبيعة لنتأمل هذه الصورة أقول الأسد شرس الأسد شرس إذا تعجبت من شراسة الأسد ماذا أقول؟ هي أقول؟ ما أشرس الأسد ما أشرس الأسد لنلاحظ هذه الصورة أرضاً أقول عسل حلو عسل حلو إذا أردت أن أتعجب من حلاوة العسل أقول أقول ما أحل العسل أو عسل لذيذ ما ألذ العسل لنر لنر إلى تمرين بسيط أحول أحول الجمل التالية إلى جمل تعجبية أو إلى أسلوب التعجب أو إلى أسلوب التعجب أقول ما أجمل الوردة ما أجمل الوردة الجمل الثالثة فهد تريع أقول ما أسرع الفهد ما أسرع الفهد إذا نلاحظ أن هذه الجمل الثلاث تبتدئ بما وتنتهي بعلامة التعجب ما أروع ما أجمل ما أسرع لنحاول أن نركب جملا تعجبية على غرار الأمثلة السابقة إلى اللقاء